السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمرين في الحديث عن سيرة الأنبياء عليهم السلام في برنامجكم الأنبياء كأنك تراه مستمرين في الحديث عن أوصاف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هنتكلم عن وجهه الشريف كان صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه قالت أم معبد الخزاعية رأيت رجلاً ظاهر الوضاء أبلج الوجه كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستدير وكان حسن الوجه مع أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه صلى الله عليه وسلم كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة كمر فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة كمر وكنا نعرف ذلك منه كمان صلى الله عليه وسلم كان ضريع الفم ضريع الفم يعني عظيم الفم كمان كان أشك للعين يعني طويل شق العين صلى الله عليه وسلم شوفكم بكرة انتظرونا شكرا itä لوفي انتظرونا بيشاور بيشاور